ايه السبب الانقسام ايه ده اه رقع وليلي ايه لما لقيت التعليقات المختلفة اللي بعضها بدأ اه صفحات تؤيد اللي عكسها وصفحات تؤيد منها اه وبدأ حتى المحمود ده تلقى عروضا لإعلانات والأفلام ويلتقط الصور في اماكن مختلفة وناس يدخل تتضمن معا وناس يدخل تتضمن مع من لقيت ده ازاي اول حاجة انا ما ديش دعوة به دي حياته اذا كان هو بيستغل الشهرة اللي حققها استغل الشهرة دي في انه هو يجاء ويشقف بكل اللي بيحصل ده بقى يروح الحتة اللي ممكن ياخد منها اي بنت ويقول اذا كان ممكن تشرب اي قهوة في اي حتة عامة وخلاص هاي دي الحتة المفوضة انه هو ياخد منها البنات مم تمام اسوأ حاجة في الموضوع ردة فعل الناس كل ناس مع الولد بيتحاملوا على البنت انت لقيت في حاملة تحامل على البنت ليه وفيه تشهير بالبنت ويخشه دي لابسه وعملاء الازهر النهاردة قال ان هو التحرش ده اكيد محرم ولا يجوز تبريره باي حاجة با اي مبرر نعم لو كان هو التحرش لا هو التحرش هو لازم يكون لفظ جارح او يكون فيه لا لازم يكون لفظ خاتش للحياة ده قانون بتاعنا لكن هيا عشان كي يصوريه نحن اللي بيحكم بيننا قانون ونحن اللي بيحكم بيننا الفيديوهات الفيديوهات عشان هو كده يعني يحردك لما نوع في مشكلة مش فيه طريق باسم القانون ناخد قانون الفيديوهات انا عايز اسمع شوفوا انتم استأسدتم عليها يعني يعني عايز اسمعها دي دي البنت صغياء اول مرة تطلع حتى مش اول مرة تلعي في تلفزيون اه لأ ممكن اعملت حاجة بتاعب على القرية بس مش مش اونلائن اه فانت لقيت فيه حملة على البنت لمجرد انها بنت اه مجرد انها بنت دخلوا على بروفايل بتاعها جابوا صورها لأ هو مش معنى ان هو ما قالش حاجة جارحة معنى كده ان هو مش غلطان هو العادي ان انا واقف اي بنت في الشارع واقول لها تعالي شرب معي قهوة طب سؤال طب لو هي كانت راح تشربت معي قهوة مسلا وسرقها هل هيبقى ليح لها حق انها تعمل اي حاجة ما انت روحتي مع واحد غريب ما انت اللي مشيت مع حد غريب اه طب اوكي او شفع حد يعني اللي هو الاسدز مشيل بيقولك هو فين التحرش اللي حصل هنا او شفع حد كده من جران لو كشوف البنت المنحلة ده قاعدة مع بتاعي يعني مع مفاهيم بقى يعني ناس كتيرة جيدة السيء مسلا في بعض المجتمعات بتبقى البنتهم الغلقوا الدرجة ان الاخوها شافها مع حد غريب في الشارع بيجري عليها يقول لها ده مين ده وقفها مع مين حتى لو كان زميلها ما بكرنش ده بدا اه خلوا سؤالنا يا جماعة اللي هنضعه للشاشة هنشرك المشاهدين معنا فيه لماذا يتم تشويه البنت او لماذا يتم تشويه الفتاة في قضايا التحرش والاغتصاب حتى بتروح المحكمة بتتبهدل دايما بتلاقي دفاع الخصم بيلجأ الى فكرة تشويه سمعتها ده لو يعني بيحصل بهدل طب انا سمعت